اشتركوا في القناة ليرتفع عدد القرى التي تم السيطرة عليها في إطار العملية العسكرية التركية شرق الفرات إلى نحو ثلاثين قرية قتل ثلاثة مدنيين وأصيب آخرون بجروح خطيرة جراء قصفا من قبل قوات سوريا الديمقراطية استهدف سيارتهم بريف حلب وقال موقع عهرة بوليس المحلي أن قوات قصد استهدفت بصاروخ حراري سيارة كانت تقلهم مدنيين بين قريتين حسنلي وعرب حسن جنوب مدينة جراء بلس بيري في حلب ما أدى لوقوع ضحايا معظمهم من عائلة واحدة شن فرعو أمن الدولة التابع لقوات النظام اعتقالات واسعة طالت عددا من الشبان في مدينة دومة بالغوطة الشرقية وقالت شبكة صوت العاصمة المحلية أن عناصر من الفرع أقام حواجزة مؤقتة على أحياء عبد الرؤوف والحجازية أو الحجارية وتيسير طلاب المدينة واعتقلوا أكثر من خمسين شابا تراوحت أعمارهم بهدف التجنيد الإجباري أبدت وزارة الخارجية التركية استعدادها للعمل مع المنظمات الدولية والدول التي ينتمي إليها عناصر تنظيم الدولة الأجانب من أجل إعادة تأهيل زوجاتهم وأطفالهم غير المتورطين في جرائم وقالت الوزارة في بيان لها أنه في هذه المرحلة سيبقى عناصر تنظيم وأسرهم الذين ستتولى تركيا احتجازهم داخل المناطق المحررة من الإرهاب في سوريا وأشار أيضا البيان إلى أن الحل النهائي لمقاتل تنظيم الدولة الموجودين في سوريا وإعادتهم مع عائلتهم إلى بلدانهم الأصلية ومحاكمتهم هناك وإعادة تأهيلهم قصفت قوات النظام مناطق في محيط مدينتي جسر الشغور وأريحة وجبل الأربعين بريف إدلب واستهدفت الطائرات الحربية التابعة لقوات النظام محيط جسر الشغور وجبل الأربعين بريف إدلب الجنوبي دون ورود أنباء عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين حتى الآن حيث اقتصرت الأضرار على المدية وأخيرا قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن النظام يتحمل مسؤولية المشاكل التي تحدث في سوريا وأضاف بوتين خلال لقاء صحفي بثته قناة روسيا اليوم أن هذا لا يعني مطلقا أن نسمح للمنظمات الإرهابية بها الاستلاء على أراضي سوريا لتقيم هناك شبه دولة إرهابية على حد قوله نهاية الموجة الزواء أترككم لمتابعة برنامج خارج السربيا ما نجح اشتركوا في القناة